أشتاغ تدخل من عند المشهد المشهد فرق الإنقاذ الدولية تتسلم مدينة درنا وتمنع وصول المدنيين إليها بعد كتدقق المدنيين اللي ما عندهمش تكوين منقذين شو يدخلوا ويعملوا المشهد اللي حكيت زاد على الأمراض والأوبي أو مخاطر تحالل الجثث حكيت على العثور على نحو 600 شخص أحياء من تحت الأنقاء محاربة الوبائيات على خاطر جزء الفايضانيات تخلف حاجات أخرى هذه المخاوف الكبيرة اليوم هذه المخاوف الكبيرة مستشفيات تدرنا تعاني نقص التجهيزات الطبية والأدوية وفرق الإنقاذ كيف كيف تعاود تأكد المشهد أغلقت طرق المؤجة إلى المدينة ومنع الدخول للمدنيين غير المختصين في عمليات الإنقاذ وتقول زيدا عدد الضحايا في تويت لا يتوقف وليبيا تعيش أسوأ كارثة طبيعية اليوم مازلنا إلى اليوم قاعدين نشوفه في الصور متع التداعي متع الأبن متع حجم الفوضى اللي موجودة في درنا وخاصة نعطيك مروين التعليق على أخبار موجود في الجزيرة دوتنات على التحذير اللي صار من هيئة الأرصاد الجوية في ليبيا يقول لك 72 ساعة قبل الإعصار تم التنبيه وأعلام الحكومة بخطورة هذا الإعصار لكن حسب وكيلة الصحافة الفرنسية أصدر المركز الوطني الأرصاد الجوية في ليبيا تحذيرات مبكرة بشأن أحوال التقص قبل 72 ساعة من وصول الإعصار وأختر السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني داعيا لاتخاذ التدابير وقائية لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت التحذيرات قد تم تعميمها بشكل فعال صارت البوليميكة ذي ما أنت عندها نهارين تابع ذهر اللي بدأت في جريدة إنجليزية هي الأولانية كان فما نوع من التحذير لكن في جميع الحالات طوى ما يظهر لي في مستوى ليبيا توجيه الوقت أنهم بحديد المسؤوليات يحدوا المسؤوليات في المسألة هذية تبقى اللي نعرفوه في أمريكيا وفي آي تي وفي عدد من البلدان الأخرى أنه الأعاصير اللي بالقوة هذية ما هيش مفاجأة ما هيش مفاجأة بمعنى أنه على الأقل ثمانية وربعين ثنين وسبعين ساعة قبل ما يخلط الإعصار للمدينة معنا تكيد شفناها في فلوريدا برأكزامبل وشفناها في عدد من الأماكن يكونوا فاما هاك التحذيرات ويكونوا فاما معناتها ما وش ما وش سمية زرقة فجأة إعصار مش تحذيراتك ما يحكيو على نقص عدد بالضبط هذا اللي يصير جزتما في البلدان البلدان اللي نحكيو عليهم انتي قوت الإعصار اللي جايش نوما للإجراءات الوقائية اللي تتخذ قبل ما يخلط للبلايس اللي يسكنوا فيهم يسكنوا فيهم العبات فبالتالي ما نتصورش وأنه الإعصار هذا دانيال كانت مفاجأة أنه وصل لدرنا ممكن ما تقراتش مليح الأمور ممكن مستنسين في حوض البحر الأبيض المتوسط بأعصير بهذه الحدة مرونة ينجم زادة صحيح كما حكينا مع هاجر المرة الأخرى يبدو أن يلزمنا يعني الكارثة البيئية والكارثة الكليماتيك اللي قاعدين نرتكب فيها إنسانية جمعاء براموية بالفنومن ميتيرولوجيك بالطريقة هذية تبقى ما هيش كما قلت معناتها حاجة اللي نجم تكون مفاجأة بعد ما تقراش مليح ممكن قوة الأعصار معناتها كارثة واتحدثت على فوضة سياسية معناتها اللي قلت وانت في ليبيا علماً وأنه ما زاد الطين بلا كونه زو السدود من جراء الإعصار ومن جراء التساقطات معناها زو السدود وقت اللي تكسروا والمال يخرج الكمية الكبيرة زيادة على الكمية الأمطار هي اللي جرفت الأبنية اللي زادة كذلك كي نحكيه ولا نموذج عمراني في بلدين متقدمة ما يبنيوش في مجرم تعويد ولا متاع سدود للأسف في درنا يبدو كونه العمارات والأحياء الكلها جيت في نفس المسار تعلميه واللي هي وليد مسألة في غاية الخطورة بكري حكينا على مسألة تحديد المسؤوليات حتى في هذي لازم مسؤوليات تتحدد فميش براجي تكسر فميش براجي تكسر إذا كل ما فميش مروين لليبيا في حالة حرب عندها تواعى اثناش تلوتاش مهما يكون ما يتيحش ما يتكسرش هو مجعول بش يشد للماء من نجمش الماء يكسروا حتى اللي نعرفوه شفناه في عدد من المناسبات حتى في تونس بدرجة أقل بطبيعة الحال لأنه في وقت من الأوقات معناتها فمي نفس البراجي نفس البراج يتنفس نفس البراج وزيدي ميزالش معنات حتى إذا كان بش يعمل إذا كان هذاك بش يعمل يعني أضرار باقي لا تقارن بأنه السد الكل ويتكسر حتى هذه معناتها مسألة في وقت من الأوقات لازم تتحدد فهم مسؤوليات العربي الجديد على فيسبوك عاجل الصليب الأحمر في ليبيا الفيضانات أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق غمرتها سيول يعني مخلفات الحرب معتها هزها الماء وبيسيغ الله أعلم وين هزها وهذه قابلة للانفجار يعني نحكيه على ديزوبيو وعلى الحاجات اللي خليتهم الحرب معنى هزها الغام أكيد ونحكيه على متفجرات تغير المكان متاحها ويناجم يكون حتى على فكرة تناجم تكون حتى تصبت في البحر على خطر هو في الأخير المياه اللي جرفت الأبنية وجرفت كل ما في طريقها تناجم تكون كانت في البحر الأبيض المتوسط ما نيش خبير متفجرات بشي أقول لك شنو ينجم يسير لكن في كل الحالات هي زيادة على الكارثة الإنسانية كارثة أخرى بش نستسم حك هاجر خاطر بش نخرج وفاصل ونرجو نكمل معك في أشتاك زادة بش نرجو معك في أشصر في العالم نحكيه على جائزة الشيخ زيد الكتاب دولة خلال الدورة السادسة من المؤتمر الدولي منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2023 من تنظيم مجلس الأعمال تونس الإفريقي تيا بي سي وتحت إشراف رئيس الجمهورية للاتصال على الرقم 71 751 935 أو عبر البريد الإلكتروني contact at tbc.org.n كونوا في الموعد مواصل معكم في ونحكيه في على إعصار دانيال والمخلفات الكبيرة اللي خلاها في درنا والإعصار مشال الغزة هو تعذى باللسكندرية ومشال الغزة تعذى باللطفة بتعذى باللطفة هو قبيل ما تفسرنا شوية هو كما هاريكينا ما خاطر من الميدي كما هاريكين متاع الكورة ولا الهاريكين الاعصار الهاريكين الاعصار نعم خاطر الهاريكين نمره تسعة متاع لقى هو زد اعصار معناها ما طبع شوية ايه دونك جاي من الغيشوف من بتاع البحر معتك يزيد البحر درجة في درجة الحرارة يزيد هو يدول سبعة بالمئة في الرطوبة في قاعد يمشي ويضعف في غزة دونك كانت تابعوا فينا على اليوتيوب تتشوفوا فيديوهيت المواطنين خذوا فيديوهيت فما وسائل عليهم زيادة خذت فيديوهيت غزة بون كنت اخف ولو انو ما انتها شفنا حتى مواطني بكي معناها قاموا رقدوا لبس عليهم قاموا يلقوا ديارهم غرقة والصغار والنساء مفجوعين دونك ولا اللي صاير في غزة قاعدين نشوفوا فيهم يقعد ديما جايب اللطف مقارنة باللي صار في ليبيا دونك المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني قال الاناظول التواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة دونك اللي صار البرح تأقل تزيد التنوعت بين غرق المنازل اللي تم إغاثتها بشكل عاجل وسقوط أشجار تنظف كيما وقت ليصيروا فيضانات في تونس مع بيقي نقول أنا أبرك حال تغيرات المناخية حكينا حكينا عليهم والهدية فيض من غاية هدية إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي خير ولكن في كل الحالات يجب بالتحسب إحنا ما نعرش إذا كان في دول العالم الثالث عموما عنا الإمكانيات مش نجم ونتحكمه في كوارث بهذه الخطورة بهذه الشكلة مروح لا من نزموش من نزموش لأسباب لأسباب مادية بحتة لأسباب تاريخية لأسباب ثقافية بنية تحتية بنية تحتية بيسير معلاش تحبوا نتحكموا فيها وحدنا وقت لما نش مسؤولين عليها أحنا بدرجة كبيرة مش أحنا مسؤولين على التلاوث وعلى زي ميشون بتاع الكعبير خطر خطر في جميع الحالات يعني التأثيرات المناخية هذي مش جي عند مفروض اللي مساهم فيها زي يساهم في الإنقاذ ويساهم مش مساعدة زي مش خطر قلبه كبير خطر مسؤوليته المفروض هك لكن الأمور تمشي للأسف بطريقة أخرى نحن بلدين اللي ما تعاملتش في السابق معنات ومعندهش في ثقافتها التعامل مع ظواهر يعني مناخية بالعنف هذي بالفم بلدين أخرين اللي موقعهم الجغرافي وحتى ثقافتهم وعمل تخليهم أنهم يكونوا مستنسين بالظواهر هذي ويعرفوا كيفاش يتصرفوا معه كيما نحن نفس الشي بالضبط وقت اللي نحن نبدأ نتسائل كيفاش كيفاش في أوروبا مثلا جاهم 35 سخان يبدأ اللي 100 100 وجمعة تبلغ خطر هما مهمش مستنسين بالفنومان ذاك بنفس الطريقة نحن زاد مناش مستنسين أن نتعامل معه إعصار البنية تحتية في أوروبا مثلا وفي الدول اللي تقسم تح بارد ما هيش مهيئة للنوع هذا من الدرجات الحرارة كيما احنا زاد البنية تحتية متاعنا وداير حتى في برشة دول تصب قطرتين ما الدنيا كلها تغرق على خطر البنية تحتية ما هيش مهيئة وما هيش مجعولة بش تعايش مع شي هذا مش مجعولة بش بش تعمل كيف واسيون متاع ميتين مليمتر في ليلة مهيئة ما تصنعتش في الهدف إذي إن شاء الله إن شاء الله نكونوا تحذرنا لأمطار الخريف إن شاء الله تجي الأمطار إن شاء الله تجيب اللطف إن شاء الله نكونوا زادة تحذرنا من هالنوع من الأمطار نتكركم اللي مدحف برضو عاود حل عامين مسكر بو قالوا تغييرات وصارت تغييرات ما نعفو لي ما تسكرش على خاطر التغييرات تسكر خاطر الثنية لكلها والدخلة لكلها تسكت والبراجات أما كما نقول وحنا تحابة كاربيسة معنا تبدلت في حاجات وتزيدوا منحوطات وفسي فوسي الخبار الثاني اللي هو عرش هنا أنا نراه خباري فرح تقال عنده هلا يمات اذي اللي الافتتاح متاع لجي سي 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 سير بشارج على الشارع بشارج على الشارع اللي شارع بي بوردي اللي تمنع على المواطنين كيف كيف بالبراجات دوك بشي سير في الكوليزي الافتتاح تقنيا ما نعرف شتا كان للكوليزي معتها يرتقي لنفس القاعة لأوبيرا أما فرحان اللي بشارجعوا بشارجعوا كيما قبل بشارجعوا المهمتهم ملك الشعب اي ملك الشعب بزاك تمو بلاي انت عتيتني ترانزيسون حلو على خطر احنا بش نحكي على جائز الشيخ زي دو الكتاب دوك بديت تحكي انت على الثقافة خطر نعرف لي انت تهزنا دي ما للمجال متاعك الثقافة عما دام كحكيت على الشارع وشارع لحبيب بورقيبة بعد ما نحيينا الانتصاب الفوضوي اه اش قولك كانك البراجات اللي قدام الداخلية زادا نحيوهم مش تنجم تكون فكرة نجم تكون فكرة هيا لبارش خطر هو شارع لحبيب بورقيبة روما قعد منه حتى شي كي تشوف البراجات اللي قدام الداخلية واللي ولاد توصل لقدام لأفريكا معناها مش قعد من شارع لحبيب بورقيبة نجم تكون فكرة به يا زاد ترى نحيوك الحواجز الامنية اللي ما عندها حتى مبرر في الشارع الاهم في تونس بكلها ونرجعوا كل فلوريست اللي قاعدوا حزينة في التركين بحثة تجيهم خدر قال شنوالك راها بتنجم تاقب غادي بسي تاقب تاقب الكراها بعيد وتوياها بتول عبيد عسقيهم مش ريول النوار يعني وخلنا نرجعوا تونس حية معناها شوية اش صار